منذ العراق لا تزال تعاني أزمات مزدوجة رغم الميزانيات الانفجارية التي تعلن عنها الحكومات المتعاقبة سنويا هنا في ناحية بوهرز بمحافظة ديالة تتعالى صيحات السكان في ظل تدهور واقع الخدمات والطرقات والكهرباء حيث تحولت الحياة إلى جحيم مزدوج كهرباء تعبانة وهاي يشوفون بعينكم مد عينة وما مد كل يتهى الطين وماء والشياح هاي كل الطين كدام بيتي وهاي الوضعية كل يتهى هاي حصل على الجهال يلعبون بالباب ما يقدرون يطلعون حقيقي الباب بد قص غير قصها العالي عن ناصي عمود لا سيارة أبرك لا برجيك واحد يمشي ماكو وهاي تكرم هاي الزبال الذابين هاي منهم السوق ولجاها كل هاي الزب هناك وتجي البلدية تشيلها طلع ريحة تكرم حياة بيها تصير كون شي يصير بيها هذا النقص بالخدمات دفع السكان إلى عرض منازلهم وأراضيهم للبيع هربا من الواقع المتردي الذي ينغص عليهم حياتهم هاي المنطقة هي منطقة حريقة وشعبية ومنطقة حلوة بس نقصها الناس قامت تشيل خدمات ماكو مي ماكو غيرها ماكو هاي أسلاك الكهرباء التعبانة هاي غيرها هاي الزبال هاي الوضعية مال المايات بتشيح احنا عدنا طلاب ونساء ونسوان يطلعان هنا يتشبحان ناس عوادوا مكبار تطلع تتشبح هنا خيرنا برا شبعانا من عند الدول واحنا قاعدين جياع لا كهرباء ولا مي ولا تبليط ومن أبسط الخدمات احنا متجردين جملة تلخص الواقع الذي يعيشه العراقيون في ظل الفساد المستشري الذي تغول في كل مؤسسات البلاد وتسويف الحكومات المتعاقبة للوعودها بالقضاء عليه مع تورط الأحزاب التي اتقف خلفها بالمسؤولية عنه فكل شركاء العملية السياسية متهمون في العراق اليوم بالفساد بحسب تأكيدات البعثات الأممية ولا يستثنى أحد منهم ترجمة نانسي قنقر